مثال على العمارة إذن خليني أفضل أنه عندي قلبي زي هاي وراح حاول أخذ مثال بسيط عشان ننبصر في الأمور وراح أخذ عندي two entrances عندي basement one وعندي ground وبعدين خليني أخذ واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة وراح أخذ عندي هون four open floors وراح أسمي هذا واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة هادول راح أفضل هون occupant floors وهدول entrance exit floors وراح أفضل الآن النسبة الarrival هون point seven خلينا نسميها مثلا point seven five أو point seven وهاي point three وبعدين خليني أفضل هون أنه السكان أو نسب السكان خلينا ننفعها شوي مثلا هون فراح أحطها point four مثلا أو خليها point three point two point one أوكي عشان تقول أرقام مختلفة ويبيننا على فبتنا نعمل طبع جديد تقنص ليسي فراح أفضل وراح افترض مثلاً ان عندي بساوي خلينا ناخد مثلاً خمسة واربعين خمسة واربعين عشرة شو رأيكم فيكون خمسة واربعين بالمية هذا بيمثل اللونشتاين فجرة الغدب وآت قوين خمسة واربعين بالمية دي بوينت فور فايف وهاي وعندي ايش بيضل انتر فلور عشر والانتر انترنس رح نعتبره انه سيرو رح نرتب هلا هدول بهذا الشكل فرح نيجي ناخد مثلاً خليني ارتبها بحيث ان تكون واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة احنا بدنا بس واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وراح احط الماتريكس هون بهذا الشكل هين وراح حط بقيتها هون بهذا الشكل ولا ما بيكفي ما بيكفي خليني احط مربعين اخينا نتبين بشكل اوضح ازا نقدر نجيب اتناشر مربع احاول نجيب اتناشر مربعين 1911 12 12 ناخدها ها هلا رح نحط الانقام اللي رح نحطها هدول لديش مجموعهم هدول لديش مجموعهم ازا رح نرتبهم نفس الترتيب راح اجي الان احط هون 4 راح احط 0.3 راح احط هون 0.7 بعدين عندي 0.4 0.3 0.2 و 0.1 ونفس الاشي هون راح احط 0.3 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 هلا وين الفصل بين ال incoming و outgoing traffic راح نكون بعد التاني مش هيك بعد التاني راح يكون عند الخط الفاصر راح نحط هون خط الاصرع او centerline هون راح استعمل لون احمر راح استعمل هون كمان لون احمر يفصل بين هون اوكي هلا راح ندرب في البداية مش مشكلة راح ندرب ال diagonal ونطلع رقم ال diagonal بعدين راح نعمل له اوه.. normalization هلا ندرب ببت يشتغل معي اللاحص ومستعمل اللاحص بهون .3 في .3 .09 .3 في .7.0.1 .7 في .3 كمان 0.21 .7 في .7 .4 نا ادى الاسف كله راح يروح راح حصير 0 بعدين بعدين point 3 فى .4 0.12, 0.3, 0.3, 0.09, 0.3, 0.2, 0.06, 0.3, 0.1, 0.03, 0.7, 0.4, 0.28. خلينا نزل هدول شوية لتحت. 0.49, 0.21. 0.7 في 0.3, 0.21. 0.7 في 0.2, 0.14. 0.7 في 0.1, 0.07. بعدين 4 في 3, 11, 4 في 7, 28. 4 في 4, 16. 4 في 3, 11. 4 في 2, 8. 4 في 1, 4. 3 في 3, 9. 3 في 7, 21. 3 في 4, 11. 3 في 3, 9. 3 في 2, 6. 3 في 1, 3. بعدين عندي. 2 في 3, 6. 2 في 7, 14. 2 في 4, 8. 2 في 3, 6. 2 في 2, 4. وبعدين. 2 في 4. 2 في 6. 2 في 4. 2 في 1 مصبوط. واخر اشي. 1 في 3. 1 في 7. بعدين. 1 في 4. 1 في. هون. انا عمري ما اطلع على الرقم. أربعة. وبعدين عندي واحد. ثلاثة. ثلاثة مش هيك. بعدين عندنا اتنين. واخر اشي. واحد. اوكي. هاي اول خطوة مناها ضربنا. نظريا. نظريا. طلعا هدول مشكلتهم. هدول قديش مجموعهم. حبوا نتأكد. ما في مشكلة الانسان يتأكد دائما. مرات بفكر انه شغري عارفها. بطلع مش عارفها. مفروض هدول يطلع مجموعهم واحد. وهدول مجموعهم واحد. لأنه كانوا واحد في واحد. او اذا بدك فكر فيها هم عبارة كانوا عن 0.3 بلاس 0.7 مضروبين في 0.3 بلاس 0.7. فضرب 0.3 في 0.3 و 0.3 في 0.7 و 0.7 في 0.3 و 0.7 في 0.7. مفروض يطلع مجموعهم واحد. وهدول مفروض يطلع مجموعهم واحد. لأنه عبارة عن مجموع الواحد مضروب في مجموع الواحد. مصبوط كل الترمس. كل الترمس الممكنة. فهدول لما بجمعهم بصيروا واحد. هدول لما بجمعهم بصيروا واحد. نتأكد منها مثلا ناخد .09 زائد .21 زائد .21 زائد .49 تطلع واحد. اوكي؟ فهدين منطق عندي واحد 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 واحد. هذا طبعا مش صحيح. ما بصير كومة جواهم اربعة. لازم كومة جواهم واحد. هلأ كيف بدهم تقسموا بأي نسب المناطق؟ هالي بدها تصير 0. الانتر فلور. وين الانتر فلور؟ عفوا الانتر انترانس 0. فرح اضرب هاي ب0. فرح اصيروا كل هدول. 0.0.0. وهذا كمان ريحنا من الداجنة. مش رحب لش بالداجنة الولاي بعمل نورماليزيشن. اوكي؟ هلأ كل هدول رح ينضربوا في .45. انا لولني اخدت رقم اسهل من هذا الرقم اضرب حالي. بناخدها 0.4.4.2. شو رأيكم؟ بس هنسهل شوي الحسابات. فرح اخدها 40.40.20. مش احسن؟ فهاي بتصير 0.2. بنقدر نغير هلأ. ما في مش متأخرين. 0.4.4.2. اذا كل هاي لازم اضربها الان في 0.4. 12 في 4 رح تعطيني 48 بس تنزل منزلة. مش هيك؟ وتسعة في اربعة بتصير 36 وبتنزل منزلة. وستة في اربعة. 24 مضبوط. وتلاتة في اربعة بتصير 12. عندي 28 في اربعة. 28 في بوينت فور. وتصير 112. اه؟ وواحد وعشرين في اربعة بتصير اربعة وتمانين. وارباطعش في اربعة بتصير 42. مضبوط. ارباطعش في اربعة تنين واربعين. لا. ستة وخمسين. وسبعة في اربعة بتصير 28. بعدين عندي نفس الاشي هدول رح اضربهم في اربعة. ليش ضربنا في بوينت فور؟ لانه كل هلا هدول مفروض يصير التوتل تبعهم. كانوا واحد ضربناهم في بوينت فور مفروض فيه يصير التوتل تبعهم؟ بوينت فور. حد يتأكد منهم بس يردلنا الخبر بس يخلص يتأكد من هدول مجموعهم كلهم بوينت فور. رح نضرب هون كمان في اربعة رح تصير عندي هاي بوينت زيرو فور ايت. تمانية وعشرين في اربعة مناها هون مش هيك؟ اظن حتى في عنا داقنا مش فيه سيمتري. هاي هاد هاد مش هيك؟ نسكول. هاد هاد. باحتمال هاد يكون نفسه. سيمتريكا. سيمتريكا. ها حولين الداقنا. طيب وعندي اتنين وعشرين في اربعة. واحد وعشرين في اربعة عفوا. اربعة وتمانين هاي ها. بعدين عندي. بس هادا ما رح يبن صحيح بعدين. صحيح لان هادول بوينت فور و بوينت فور. مش دائما صحيح. ها. هادا صحيح هاي مع هاي لان هادا بوينت فور وهاد بوينت فور. طيب وعندي ستة في اربعة. اربعة وعشرين. اربعة عشر في اربعة. وقلنا ستة وخمسين. مش هيك؟ وبعدين عندي تلاتة في اربعة. اتناشى. سبعة في اربعة. وكمان حد يتأكد هدول مفروض يكون مجموعهم. هدول مفروض يكون نفس هدول. فمفروض مجموع هدول. وهدول مجموعهم. شو لازم يطلع المجموع الكل للماتريكس بس نخمس. واحد. لانه هو مجموع كل واحد. لازم يصير واحد من هدول. طب كل واحد من هدول شو بيمثل? هذا اليفنت شو بيمثل? اللي هو هلا لسه ما خلصنا. بس هذا اليفنت ممكن ناخده. هذا هلا صحيح قيمته. شو بيمثل في الحياة الواقعية بهاي العمارة? احتمال انه ايش يسير? انه واحد ييجي من من اي طابع. ايش هاد الطابع? تاني. ويروح وين? عالبيس بوت. اوكي? ماشي واضح? وهذا موجود لانه انا عندي اوت كوينك ترافيك. ففي. لو انه كله كان 100 بسانت انكوميك ترافيك كله بتصفر الا مين? الا هذا. هذا بنضرب في واحد والبي بنضربه في زيرو. هاي عفكرة. تحقيق تحكي لاشياء كتير عن العمارة. اخدت هدول بعين الاعتبار. واخدت هدول بعين الاعتبار. ضل اخر واحدة. هاي في عيشنا نضربها? في ستاعش في اتنين. اتنين وتلاتين. اتناعش في اتنين. اربعة وعشرين. تمانية في اتنين. ستاعش. اربعة في اتنين. تمانية. اه اتناعش في اتنين. اربعة 29 في 2 18. 6 في 2 12. 3 في 2 6. 8 في 2 16 مضبوط. 6 في 2 12. 4 في 2 8. 2 في 2 4. 4 في 2 8. 3 في 2 6. 2 في 2 4. هلأ كمان حد يتأكد انه مجموعة هدول لازم يطلع. شو ضلت مشكلتي الاخيرة الان. عماله بقول لي انه في احتمال. في احتمال انه يجي باسنجر من الاول ويروح الاول. وقيمته وهذا مش صحيح. لانه هذا بمثل. عماله بقول لي انه في احتمال انه باسنجر يجي من التاني ويروح تاني. وهون وهون هدول غلط. فهدول الان ايش بنعمل فيهم? بنصفرهم. بس بعدين بدنا ايش نعمل نوزع. عمالش انا بضحك التعبير تبعي رح نوزع. الغنائم. هاي الغنائم نكسبناها. مين بده ياخدها? ما بصيرش هدول ياخدوها ولا بصير هدول ياخدوها. حتى يضل مجموع هدول. بس لازم يضلوا بنفس نسبتهم. فمنجمع هاي. بعد ما اشيلهم. بجمع هاي. وبقسم كل عليش عشان ترجع ترجع قيمتها نفس القيمة الاصلية اللي موجودة هون. بحيث ان انت اطلع. اذا خلينا نشوف هلا شو صار. راح نيجي. خلينا بس هدول اجمعهم على جنب. هدول. الدياغونال تمام. هم مقديش مجموعهم? كلهم. اوكي. فبدي اكبر هدول بحيث انهم يكبروا. من يصيروا. مش هيك? فكني بدي اضرب في على كل هدول. خلا متأكد منها مزبوطة ولا لا. مش هدول مجموعهم صار مجموعهم. اذا اسمتهم على بس ايش بصير عندي الرقم? واحد. وضرفت في شو بصير مجموعهم? ازا هاي الادجسمنت فاكتر. هاي بس بتها شوية حسابات هون. فاللي روح عامله الان راح نصفر. راح نصفر هون. راح نصفر هون. راح نصفر هون. راح نصفر هون. اوكي. حلا بدنا حد يعمل الادجسمنت هاي. هاي قديش الادجسمنت بتطلع? تطلع واحد. وستة على اربعطاعش. مش هيك? طيب. في حد مع اريحاس بيمشي معي يصيروا يدروهم رقم رقم. يدروهم لديه .наруж وزراء؟ نزيد الوcario. ن terr solutions. 0.034. 0.034. 0116? 0。。02.03. 020.03.�ıyorum الظراء. 0.008 ? 0114. 0114. 0.024 طيب أحط نفس الرقم اللي هون اللي هو 0.0340 طيب، وهذا نفس هاد لا، ما معول يكون هاد نفس هاد هاد نفس هاد آه كبير، هده كبير، صح، صح، مظبوط كلامك، صحيب طيب، هاد نفس هاد، وهذا نفس هاد راح سير 0.014 طيب، شو ضل عندي؟ هلا عملنا احنا هدول وعملنا هدول ما عملنا هاي مش هيك 0.012 0.017 0.016 0.085 0.085 هلا بقدر هاي أحطها هون مش هيك تصير 0.085 و هاي بحطيناها هون أورادي 17 و هاي بحطها هون، تصير هاي 17 ايش ضل عندي؟ ضل عندي آخر رقم هاد 0.004 0.006 أديش؟ 0.006 0.006 و هاي بتصير 0.006 هلا حد يجمعنا هادول يتأكن هم صاروا 0.2 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 اه يعني تقريبا 0.2 ها تقريبا 0.2 هاي طلعا هاي حسبناها انها 0.4 مش هيك وهاي حسبناها انها 0.4 فمجموعة كلها صار واحد اذا هاي شوفوا الايش اللي اتحقق عندي الكاركترستيكس او الكريتيريا sum of all elements بساوي واحد diagonal 0 يعني بساوي 0.2 0.4 0.5 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 0.7 0.5 0.5 0.5 ترجمة نانسي قنقر